عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعا اليوم في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العالي الصباح وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بذات الشأن حيث بحثت آخر المستجدات بشأن الوضع الوبائي المحلي والأقليمي والعالمي وأيضا تدعيات أزمة فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون والتقارير المقدمة من الوزراء بشأن مواجهة انتشار الوباء وتفاصيل في هذا التقارير عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعا في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العالي الصباح وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بذات الشأن اللجنة اطلعت في الاجتماع على آخر المستجدات بشأن الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والعالمي وآخر التطورات بشأن تدعيات أزمة فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون وجهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد-19 وسبل الوقاية من انتشار الوباء وآخر الإحصائيات بشأن أخذ اللقاحات ومنها الجرعة التعزيزية الثالثة كما ناقشت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا التقارير المقدمة من الوزراء وطلعت على تقارير الفرق الميدانية التابعة للجهات المعنية بمواجهة انتشار الوباء آخر المستجدات بشأن الوضع الوبائي المحلي والإقليمي وكذلك التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين أبرد ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا نوف شراك لتفزون دولة الكويت قصر بيان